بس الحقيقة قبل ما اطلع استقبل ضيف اللي عندنا كلام كتير جدا يمكن انت اول مرة تسمعوا النهاردة عن احمد صلاح عايز اتكلم في موضوع انا ما كنتش حابب اتكلم فيه ولكن لقيت كلام كتير من انبارح لحقيقة الموضوع فيه كلام كتير في الوقت اللي لا يستدعي كل هذا الكلام واحنا زا ما تعودنا في برنامج الابطال وخاصة قناة النادي الاهلي عمرنا ما بنبيع كلام وما نقولش حاجة الا ما بيكون حقيقة وصح وبنتحقق من دقتها بكل امانة انا عايز اتكلم عن اللي حصل في احداث مباراة كرة السلة ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك اللي كانت مقامة على صالة نادي الزمالك بمية عقبة وهنقول لحضراتكم الاحداث بالتسلسل وما فيش كلام بعد الكلام ده انا راجل بتاع باسكت بول تحقيقة واكتهت وعلى فكرة انا مش مبطل من بعيد انا مبطل من 2015-2016 يعني اللوايح والقوانين دي كانت موجودة وانا بلعب وشفت اللي بيحصل ايه وهقول لكم الموضوع بكل امانة وبكل وضوح وكلامي مش مجرد رؤية لا ده انا يعني تحققت الدقة وكلمت كل الاطراف اللي موجودة في الصلة عشان اعرف اللي حصل ايه مش بس الاطراف اللي جوه النادي الاهلي عشان الامانة للعرض على جمهور النادي الاهلي هبتدي معاكم القصة في تاريخ لازم نحفظه كويس 21 مارس ما قبله شيء وما بعده شيء تاني خالص 21 مارس خلينا نفتكر هذا التاريخ لانه قابله هيبقى الموضوع بنتكلم باسلوب معين وبعده هنتكلم باسلوب معين مش النادي الاهلي كان السبب فيه ولكن نادي الزمالك اللي كان السبب فيه مباراة نادي الزمالك واسموحة اللي كانت على صلة النادي الزمالك حصلت فيها احداث انا مش هعلق عليها الاحداث دي اتحاد السلة رأى انها خروجة عن النص فاضطر يحط عقوبات على نادي الزمالك يوم 21 مارس واكد على تطبيق ليحته بحزافرها بعد موجود حد في الصالة الا اعضاء مجلس الادارة وزا ما احنا عارفين دائما لابده النادي الاهلي بيلتزم باللوايح والقوانين وهو ده النادي الاهلي واحنا سابقين عشان ده النادي الاهلي سابق عشان يمكن الناس مش قادة يعني تفهم فكر النادي الاهلي لانه فكر احترافي احترام اللوايح والقوانين فكر احترافي مفيش حاجة عند النادي الاهلي بالمحبة النهاردة النادي الاهلي بيوقف احسن لعبتين عنده في تينس الطاولة مفيش فيه لوايح وفيه احترام للقوانين مهما كان اسمك والامور ما بتتضارش ان اعضاء مجلس دارة عادين في المقصورة زي ما بتتضار في اماكن اخرى ان اعضاء مجلس دارة بيتدخلوا في القرار جهاز الفني واللعبين ليهم كل الصلاحيات ألا ما بتدخلش وعمرنا ما شوفنا قرار بيطلع من المقصورة أثناء المباراة الكلام اللي بتقال بهتان الكلام اللي بتقال بهتان معالي الوزير وعضاء مجلس الإدارة معالي الوزير العمري فاروق وطبعا كابتن مرتاجي وأستاذ محمد الضماطي ليس لهم دخل من قريب أو من بعيد الأمور لا تضار في النادي الأهلي بهذا الشكل النادي الأهلي في مؤسسة كل الصلاحيات للجهاز الفني يأخذ القرار اللي شايفه الحساب ببقى في نهاية الموسم أو بعد الحدث مش حد بيتدخل مش زي اللي بيحصل في أندية أخرى طيب أرجع لموضوعنا 21 مارس ماتش اسموحها والزمالك الاتحاد السلة بقعت خطاب أكد فيه إن مش هيخش إلا أعضاء مجلس إدارة وبيخطاب رسمي الاتحاد قبل المباراة وتعامل بعد 21 مارس جولة في الدوري ما حصلش فيه أي مشاكل نادي أهلي راح لعب نادي الجزيرة في الاستاذ كان يستطيع النادي الأهلي يملى مدرج الاستاذ بجماهيره ولكن النادي أهلي التزم وما فيش مقلوق راح غير اللي في اللستة اللي بعيتها النادي الأهلي المباراة لعبت ونادي الجزيرة ما عندوش جماهير يعني أنا لو جماهير راحت نادي الجزيرة عمره ما هيقول حاجة ولكن النادي الأهلي التزم طيب ما قبل 21 وأنا كنت بلعب حتى لأن قرار إقامة المباراة بدون جمهور من 2012 من 2012 اللايحة دي موجودة مش جديدة على فكرة كل سنة بتتبعت كوبي بيست للأندية ولكن الموضوع كان ماشي اتحاد السلة كان بيرى إن لو الدنيا ماشي خلاص أنا ما بتكلمش ده صح ده غلط مش قضيته تمام فلما ييجي قبل 21 مارس كان الجمهور دخل مش بس عند النادي الأهلي دخل عند الاتحاد اسكندري دخل عند النادي الزمالك بدليل اللي حصل في ماتش اسموها جماهير عادية في حين النادي أهلي كان دايما بيتحقق إن الجماهير اللي دخش أعضاء جمعية عمومية لعبين سابقين فقط ده ما قبل 21 مارس بعد 21 مارس لما طلع هذا القرار النادي الأهلي مؤسسة تلتزم باللوايح والقوانين ما فيش ودي غرامات سموح أو العقوبات اللي اتوقعت بعد 21 مارس على مين هو أنا السبب هو الأحداث دي حصلت على صالتي الأحداث دي حصلت على صالة تانية حصلت عندك في ملعبك وإنت السبب إن اتحاد السل لا يقول كده فما الجيش تدخل النادي الأهلي جملة مفيدة النادي الأهلي مالوش دعوة النادي الأهلي بيطلب بتنفيذ اللوايح طب إيه اللي حصل يوم الماتش يوم الماتش وباعتراف لعيبي نادي الزمالك دلوقت منذ اللحظات في قناة نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك قاله كده بدون ذكر أسامي ولا حاجة قاله إن إحنا بدأنا تسخين خمسة وربع نادي الأهلي لما دخل الصالة كان فيه جمهير ونجوم قاعدين والنادي الأهلي ما طلبش إن هم يخرجوا خالص لأن دي ليحة الاتحاد مش ليحة نادي الأهلي دخل سخن النادي الأهلي خمسة ونص بدأنا التسخين ستة نزل خمس لعيبة من نادي أعلى أرض الملعب وقلوا لكم بالأسمود الجرح عمر الجندي هاب أمين سيف أليكس يونج أنا حتى سألت في أسامي اللعيبة نزلوا ستة في الملعب لعيبة الزمالك ما نزلوش اتأخروا فالمدير الفني كابتن أعشف توفيق راح يسأل مراقب المباراة كابتن يحيا زكريا بيقول له يا كابتن هو ايه التأخير من ين قاله التأخير عشان القناة اللي نقل المباراة في كاميرامان مش جاهز عشان ننقل الأحداث على طول في الوقت اللي بدأ البس المباشر على صفحة القناة النقلة بدأ أنا كنت دخلت عليه وتفرجت يعني بعد كده معنا كده أنه خلاص المباراة تتلقب يعني النادي الأعلي مراحش أقول ما دخل أعلك لأ طلعوا علي النادي ما حصلش اللي بتقال بهتان اللي بتقال من الصح يا جماعة حرام دي شهادة لازم نقولها ونقولها بالحق النادي أعلي راح وكان معالي الوزيرة هاعد وكان كابتل مرتاجي هاعد وكان لأستاذ محمد الضماطي محدش تدخل لما حصل وكابتل أعشف توفيق بيسأل المراكب المباراة في اللحظة دي لعبت الزمالك ما نكونش موجودين في أرض الملعب اقتحم ملعب نادي الزمالك حوالي 100 مشجع مشجع باعتراف كل الناس مراكب المباراة قال ستوب أنا لازم الملعب يتم إخلاقه لأنه هو بيطبق لوائح بيطبق لوائحة اتحاد السلة اللي أكد عليهم 21 مارس صح غلط مش قضياتي أنا أنا باصل لليحة طلب مراكب المباراة إن المماطش يقف وقيمة صلاة المغرب واللي صلى أمام بيهم كابتن أشرف توفيق أنا بقول لكم بالأسامي لعبة الأعلي والزمالك صلوا مع بعض خلي بالكم أنا في نقطة مش عايز أقف عليها كتير مدير فني نادي الزمالك المدير الفني الأسباني ربنا يشفيه وعافيه إحنا بنقول من هنا ربنا يتمنى له الشفاء العاجل عنده كورونا وتعبان وتم نقل له المستشفى يقول له ألف سلامة ما كانش هيكاتشن المباراة تمام ويصالوا هم مع بعض صور من الأرض الملعب بيصالوا مفيش أي مشكلة خالص ما كانش فيه مشكلة واللي حصل إن هم كانوا بيصالوا مع بعض والمدير الفني طبعا مصاب بكورونا ربنا يشفيه ربي من كل قلوبنا بيتمنى له الشفاء العاجل ويرجع تاني يقود فرقة نادي الزمالك الراجل ما كانش فنادي الزمالك وضعه مدير فني غايب محترف فيه أمور كده مش أقف كتير على الموضوع ده يعني ولكن المطش يقام لصلاح يعني إحنا النادي الأهلي عايز المطش يتلاعب يعني فنيا إحنا رحينا يكسب النادي الأهلي رايح المباراة يكسب وكسبان قبلها الجزيرة ومتسايد المباراة إحنا في حالة فنية فيقين أنا بكلمكم مش أقف على دي كتير يعني لمصلحة مين المطش يتلاعب مش فساعد مين مش أقف عليها صلوا المغرب رجعوا الجمهور قعدنا في قصة الجمهور دي من الساعة ستة وخمسة ساعة ونص مش بكلامي برضو مبارح طبعا أعضاء الاتحاد السلة كانوا موجودين في أحد القنوات وقالوا إن ساعة ونص بيتم إخراج الجماهير وإنه مراكب المباراة أصر إن الصلاة تم يخلقها تماما لأن الموضوع يا جماعة ما هو أنا لما فيه جمهور يخش الصلاة طب هو دخل إزاي أصلا هل يحصل ده ممكن يحصل في صلاة النادي الأهلي مستحيل أنت لما تطلب مني إخلاء المباراة في صلاة النادي الأهلي في نو طايم هتلاقي المصالة تم يخلقها أمن النادي الأهلي بيسيطر على الصلاة تمام فأنت لما يحصل جمهور يقطعهم كده وهو مش مسترع طب دخل إزاي اللي راح صلاة النادي الزمالك عارف الصلاة جوه النادي الجمهور ده دخل جوه النادي إزاي فلما أنت الجمهور دخل ومراقب المباراة وقف النادي الأهلي طلب إيه اهو ده أنا هسأل سؤال الصورة دي أنا أعرف خمس ست أشخاص منهم البقاء معرفوش مين دون طب ده جوه يتلاقي فيه مباراة يا جماعة ليس منكم رجل الرشيد هو إحنا عشان نكسب اللقطة نقول كلام مالوش أساس من الصحة حرام ربنا هيحسبنا الصالة كده بالمنظر ده صالة آمنة بعد ما المطش يتلعب ويبتدي المطش يبقى يبقى يكول ويبقى فيه صفارة هنا وصفارة هنا انفعالات يحصل زال ما حصل في مطش اسبوحة وعرض سلامة لعبة الخطر النادي الأهلي ما بيبصش لأسامي كل الاحترام والتقدير لنجوم ورموز كرة النادي الزمالي والقاصي والداني يعرف أن النادي الأهلي بيحترم رموز العندية الأخرى في بعض الأحيان أكتر من العندية الأخرى دي نفسها ومش عايزة أجيب أمثلة مش عايزة أجيب أمثلة النادي الأهلي بيحترم بيحترم رموز الأندية الأخرى شوفنا تكريم كابتن محمود الخطيب في نادي اسموحة شوفنا تكريم كابتن محمود الخطيب في نادي التحاسي كندري إذن لقتنا بالأندي علاقة فوق فوق الوصف لقتنا من نادي الزمالي كابتن محمود الخطيب منع التعاقد مع أي لاعب مع نادي الزمالي في هذه الأزمة باعتراف مسؤولين في نادي الزمالي أن هذا الكلام حصل هل نادي الزمالي في مشكلة مع نادي الأهلي عنده مشكلة مع نادي الزمالي خالص خالص بالعكس كل الاحترام والتقدير والكلام اللي بيتقال أن مجلس دركة ليه داخل ملوش داخل اللي حتتطبق وده اللي فرق ما بين نادي الأهلي ونادي تاني أنا مش شايف غير اللوايح واللوايح اللي بتحكمني وفي الآخر بسبق بسنين ضوئية عشان أنا بشتغل بالسريقة احترافية الموضوع بعد خلينا أكمل لكم بقى القصة قعدوا ساعة ونص يخرجوا الجماهير فضلت مجموعة من الجماهير في الملعب النادي قال لي ملوش داخل النادي اللي قال لي ما قالش ده يطلع وده ما يطلعش فيه لايحة بتتطبق مرائب المرابي تطبقها مشكلتك مش مع النادي الأهلي شايف ان فيه ظلم وواقع عليك تظلم ضد دقاءة حعمليش دعوة أنا مالي انت بتدخل اسم النادي وليش طب ما فيه رموز تانية كانت قاعدة غير شيكابالا وناس نجوميتها أكتر من شيكابالا اشمعنا شيكابالا اللي بتحطي في الموضوع يعني أنا بس يعني أنا بس عايز الناس تفكر سنة النادي اللي قال لي ملوش علاقة دي ليحة اتحاد سلة بتتطبق ليحة اتحاد سلة بتتطبق ليه تطبقت لأن حصل اقتحمل الجماهير ما كانت الدنيا ماشية هو احنا يا أول ما روحنا دخلنا الصالة من فضلك لا وطلع ما قدرش اقول كده طيب سؤال تاني بقى وأهم من ده هل في قرار اتحاد السلة بيقول ان لو بموافقة الفريقين يعني ممنوع دخول الجماهير حط بين قصين كده بموافقة الفريقين يتم دخول الجماهير ما فيش استثناء يعني أنا حتى لو وفقت ان الجماهير تقعد الاتحاد من حقه يخرجهم أنا مالي ليه بتدخلوا النادي الاهلي بجملة مفيدة النادي الاهلي أكبر من كده النادي الاهلي صاحب مبادئ وقيم عمره عمره أبداً ما بيقلل من رمزه قدامه إذا كنت عايز تصدر موضوع تاني للجماهير ده موضوع تاني إنما النادي الاهلي ما تحطش في جملة مفيدة النادي الاهلي مالويش دخل نهائي طيب الحاجة التانية اللي عايزة وضحها بالنسبة للعقوبات اللي اتخذها اتحاد السلة طب من اتحاد السلة لما اخذ عقوباته ما احتسبش نادي الزمالك منسح الصح والطبيعي إن أنا أنا من المسؤول عن تأمين المباراة صاحب الأرض لما أنت يبقى فيه جماهير موجودة والأمور خرجت برا السيطرة أنت اللي بتتحاسب أنا من وجهة نظري إن نقطة الهزيمة اللي اداها الاتحاد أو اعتبروا مهزوم مش منسحب فبقى ليه نقطة في الهزيمة لا مش مظبوطة لا مش مظبوطة دي قراتة هي لأنه مفروض تحسب انسحاب أنا كنت عايزة ألعب طب إنت إنت الوقت إما أنا كنت ممكن أكسب أكتر من 20 بنت مثلا يعني كنت ممكن أكتر من 20 بنت إنت ليه تقول لي 20 بنت يعني اللي عايزة أوصله لكو إيه إنه النادي الأهلي مش طرف وإنه اللي احنا شفناه اليوم أنا مكنتش عزرود ولكن اللي احنا شفناه إن فعلا في يعني اتهامات بتوكل للنادي الأهلي في كل يعني ملهاش أصلاً من الصحة هو إيه اللي حصل ما حصلش حاجة إحنا مش طرف أصلاً و و و عندنا فيديوهات بس ماينفعش نعرضها يعني جماهير بيتم طبعاً الغلط أو يعني عايزة أقول كده يعني بيتم هجوم إدارة النادي الأهلي هجوم على إدارة النادي الأهلي وهجوم على اللاعبين عندنا فيديوهات بس ماينفعش نعرضها ومع ذلك كل ده تجاوزناه هو ده النادي الأهلي فلو سمحت يا جماعة بعد إذن حضراتكم أي حاجة تتقل إحنا مناش دخل النادي الأهلي بيطالب تطبيق لايحة وعشان كده النادي الأهلي هو سابق كتير لأنه بيعرف اللوايح وشغل احتراف وشوفنا النهاردة أكبر لعبتين مريم الهضيبي وهانا جودة تنس طولة بيكتبوا بوست على الفيسبوك فوراً بيتم إيقافهم وتحولهم من تحقيق وبيتغرموا النادي أهلي بيبصش على أسامي النادي الأهلي بيوص على قوانين واللواية هو بيحترمها عشان كده النادي الأهلي في حتة تانية إدارية عشان هو بيحترم القوانين واللواية أتمنى أتمنى أن نتجاوز الموضوع ده والناس تفهم الموضوع صح وما نقفش عليه ولو اللي عنده كلمة يقولها لازم يكون عنده دليل عنده عنده حاجة يستند عليها إنما أنت النادي الأهلي ما كانش موافق أن النجوم تحضر والنادي الأهلي ماله هو دي لايحة النادي الأهلي وهل اتحاد السلة حطت بين قوانين لو النادي الأهلي وافق أو أي نادي تاني وافق بحضور الجماهير يدخلهم أنا مالي دي لايحة وبتتطبق ده كان ده كان تعليقنا على الأحداث وكان لازم نوضح الكلام ده هنطلع لفاصل طبعا ونرجع بقى ليه حلقتنا وتكرمنا طبعا الأسطورة الكبير أحمد صلاح هنطلع لفاصل عشان يستقبله عندنا كلام كتير جدا تابعونا ولكن بعد التصف